موسيقى أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حلقتنا الأسبوعية قلوب لا تخاف والتأملات اللي روح القدس بيدهلنا عشان يشجعنا وعشان يحذرنا من حاجات كتيرة وإحنا ماشيين في رحلة الغربة مبارك اسم الرب اللي بيستمرار بيسندنا بوعود عظيمة جداً بتبقى فعلاً بمثابة طعام لينا في البرية سندوتشات بناخوتها يتسند بيها قلبنا وإحنا ماشيين في غربة زي ما بيقول عنها البعض إن شمسها محرقة رمالها ساخنة وبردها أيضاً قارس نهاردة بنعمة الله حنتكلم على كلمة حلوة وآية صغيرة حلوة بتقول يا إسرائيل لا تنسى مني يا إسرائيل لا تنسى مني والآية دي جاية في سفر أشعية أصحاح 44 بتقول قد جبلتك عبد لي أنت عبد لي يا إسرائيل لا تنسى مني ولو تكلمنا في كلمة يا إسرائيل حنقول حاجة بسيطة قبل ما نكمل حلقتنا إن رب يسوع جاء إلى خاصته اللي هو الشعب اليهودي وخاصته لم تقبله خاصته قالت لا نريد أن هذا يملك علينا قالوا أصلبه اليهود والرومان قالوا إن إحنا بننتظر المسيح ما صدقوش الكلام اللي هو قاله ما صدقوش معجزاته ما صدقوش محبته اللي كانت في الصليب وقالوا مش عايزينه ورفضوه فمكتوب كده أما كل الذين قبلوه إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله اليهود رفضوه أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمه يبقى أنا وإنت وإنت أولاد الله أي المؤمنين باسم يسوع الذي جاء من السماء ليفتدينا من سلطان الظلمة وينقلنا إلى ملكوت ابن محبته إحنا شعب الله الآن لأننا فعلا وفقنا أن يكون ملك على حياتنا كلنا عايزين نقول إذا كان يا إسرائيل هما رفضوه فبنقول يا شعبي لا تنسى مني يا كل من قبلوني إلها وربا على حياتهم جماعات وأفراد لا تنسى مني أنا عمري ما هنسك طب ليه يا رب لو فكرنا في الخليقة لو أرينا في سفر التكوين الأصحاح الأول مكتوب في البدء خلق الله السماوات والأرض وعرفنا قصة الخليقة كيف الله خلق المياه وخلق اليابسة وخلق الجلد وخلق النجوم والكواكب والشمس والقمر وكل شيء والعشب عشان الإنسان يأكل من العشب والحيوانات والطيور والدبات اللي كانت في الأرض خلق كل شيء ورأى الله أن ذلك حسن لكن جي في الآخر وخلق الإنسان هو خلق له كل حاجة عشان لما يخلقه يبقى كل حاجة بالنسبة له جاهزة مش حيتعب فيه ولا حاجة أنا خلقتلك يا ابني الأكل وخلقتلك الشرب وخلقتلك إزاي تعيش وخلقتلك الحيوانات وخلقتلك الطيور وخلقتلك الأشجار والشمس عشان تنورلك في النهار والأمر وفي النهاية خلقتك أنتع عشان جهزتلك كل الخليقة وبعد ما خلق الله الإنسان رأى الله أن ذلك حسن جدا كل حاجة خلقت كانت كويسة حسن لكن لما خلق الإنسان اللي على صورة الله خلقه رأى أن ذلك حسن جدا يا شعبي لا تنسى مني لما أنا هكون خلقتلك ده كله وبعدين خلقتك على صورتي على شبه الله خلقه يبقى أنا هرجع أنساك ما كنت بفكر في الآية دي فعلا تخيلت كده المرأة لما بتكون حامل وعندها بيبي جاي في الطريق بتعمل إيه؟ بتنزل قبل ما ييجي البي بتجهز له الهدوم والغيارات والعربية بتاعته والكرسي اللي هتحطه في العربية والأكل بتاعه والببرونة وكل حاجة بتجهزه له قبل ما يأتي إلى هذا العالم لأن هي عارفة أنه لما هيجي هيبقى كل اللي هي اشترته له جاهز عشان يستمتع به بالضبط الرب عليك كده الله خلق الخليقة من أجل الإنسان لكي يستمتع بكل شيء فيها رغم أنه هو أخطأ وعوج المستقيم وعصى الله هو وحوى لكن الله خلق كل شيء لأجل الإنسان ليستمتع بهذه الخليقة فبعد ما عمل ده كله هيرجع الرب ينساه هل يعقل كده؟ هل يعقل إن سهيون تقول إلهي قد تركني وسيدي قد نسيني؟ قال لها زي بتقولي كده زي هل تنسى الأم رضيعها فلترحم ابن بطنها هل الأم تنسى رضيعها يا جماعة؟ لا يمكن قال هؤلاء ممكن ينسوا أما أنا فلن أنساك هو ذا على كفي نقشتك وأصوارك أمامي دائما أنت لا تنسى مني يا ابني أنت لا تنسى مني بكل ظروفك المعلنة أمامي لا تنسى مني بكل ديقاتك ودموعك اللي سيلة ليل وانهار لا تنسى مني لأني خلقتك وجبلتك وجبلتك على صورتي تماما وخلقت كل الخليقة لأجلك كيف أنساك كيف أنساك أحيانا كتير بتدور في ذهننا أسئلة كتير جدا بنتحير فيها من ضمن الأسئلة بنقول في نفسنا كده سواء في السر أو قدام الناس أين هو الله؟ أين هو الله؟ فين ربنا؟ فينه؟ وفي مرة تانية بنسأل ونقول لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ أنت فين؟ أنت فين والدنيا ديق علي جدا أنت فين؟ فاكرين عروس النشيد لما تكلمنا عنها قبل كده وقالت له أخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى؟ أين تربط عند الظهيرة؟ أنت فين؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ مش بنقول كده؟ بنقول كده لكن مش بس بنقول كده بنقول مع التلاميذ لما رجبوا المركب وكانوا رايحين يعبروا إلى العبر التاني؟ أما يهمك أننا نهلك؟ إيه رأيك؟ وأنت مش همك؟ وأنت مش شايف الموجي اللي طالع علينا؟ وأنت مش شايف الموجي اللي هيغرقنا ودخل للسفينة بتاعتنا وأنت نايم؟ أما يهمك أننا نهلك؟ أنت فين؟ أين هو الله؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ أما يهمك أننا نهلك؟ بتسأل السؤال ده؟ تسأل الأسئلة دي أنا عايزة أقول لك الرب هيسألك سؤال واثنين وثلاثة وجاوب عليه لو كنت تقدر أول سؤال هيسأله لك كيف تنسى مني وأنا الرب خالقك؟ كيف تنسى مني؟ ثم كيف تنسى مني وأنا الله فديك ومخلصك؟ ثم كيف تنسى مني وأنا سآتي ولمجدي سأخذك؟ كيف تنسى مني وأنا الرب الإله خالقك؟ تفتكر أنه هو ممكن ينساك إزاي تقوله كذا؟ إزاي تقوله كذا؟ قلنا أنه في البدء خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وجبل الإنسان على صورة الله خلقه تكوين واحد سبعة وعشرين فخلق الله الإنسان على صورة الله على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقه لكن في أشعية تلاتة واربعين سبعة بيقول كده بكل من دعي بإسمي ولمجدي خلقته وجبلته وصنعته شوفوا التلاتة دول شوفوا التلاتة دول لمجدي خلقته لمجدي جبلته ولمجدي أيضا قد صنعته إحنا مخلوقين يا جماعة الأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها لمجدي خلقته هو مش خلقك اعتباطا هو مش خلقك عشان تاكل وتشرب وغدا تموت زي باقي كائنات الأرض أبدا لكن لمجدي خلقته وجبلته وصنعته مبارك اسم الرب إيه رأيك في الإله العظيم الرائع ده إيه رأيك في الإله اللي نقشك على كفه ورسمك على صدره وكل أصوار حياتك أمامه سبعة أيام في الأسبوع طول السنة عيناي الرب عليها من أول السنة إلى آخرها يا شعبي لا تنسى مني يا ابني لن ولن أنساك يا بنتي لن ولن ولن أتخلى عنك هل تنسى يميني ينفع كده أبدا أبدا وبعدين لو سألتك وقلتلك نسيك قبل كده نسيك في الماضي نسيك في الأيام اللي فاتت لما مررت بدائقة شديدة جدا وأرسل لك الفرج في حيله مش ده حصل هل تنكر هذا؟ وبترجع بتقول إلهي قد نسي أنت فين يا رب؟ أين هو الله؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ أما يهمك أننا نهلك؟ أنت فين؟ أنت فين يا رب؟ بيقول لك أنا هو أنا هو وكلنا عارفين أن كلمة لا تخف مكتوبة بعدد أيام السنة ليه كل يوم وعد ما تخافش ما تخافش أنا هو يا شعبي يا ابني لا تنسى مني يا ابنتي الغالية لن ولن تنسى مني في مزمور 89-34 بيقول لأنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتي مش ممكن مش ممكن أغير ما خرج من شفتي لما أقولك لا تنسى مني يعني لا تنسى مني ما تفصلش معايا مهما قلتلي المشكلة أني أنت عينك على الظروف وعلى المشكلة بتاعتك لكن مش حطيتني أنا بينك وبين المشكلة ما أنا لو حطيتني أنا حكون أنا في المشهد والمشكلة هتبقى من خلفي أنت مش هتشوف المشكلة لكن هتشوفني أنا فيها من فضلك ضع إلهك بينك وبين مشكلتك ضع إلهك بينك وبين الكارثة التي أتت عليك سوف ترى مجد غير عادي لأنه قال لك يا فلان لا تنسى مني يا أخت فلانة لا ولن تنسى مني إلهنا عظيم جدا إلهنا ما هوش إنسان عادي ينسى يقول ويندم يعد ولا يفي لا ده هو آل السماء والأرض يزولان لكن حرف عارفين يعني إيه حرف؟ عارفين يعني إيه حرف؟ حرف من كلامي لا يزول لا يزول لأن أنا أمين أنا أمين مش عشانك أنا أمين لنفسي أنا إله الأمانة أنا اللي بعلمك الأمانة كيف لا أكون أمين معك لكي تثق فيها أنا أمين إلى المنتهى سواء انت راضيت أم لم ترضى أنا أمين لأني الله الأمين أبقى أمين لا أقدر أن أنكر نفسي أنا أتغير لكن عدم أمانتي لا تبطي الأمانة أبدا لكنه يظل أمين لأنه هو الله الأمين لا يقدر أن ينكر نفسه لا أغير لأني ثابت وأمين وعد الله إسحاق بالحضور الإلهي معه وعده بتلت بركات حلوين جدا إني أكون معك وأباركك وأعطيك هذه الأرض على فكرة البركة بترتبط بالعطاء بشكل مباشر جدا يعني أنا محب أعبر عن محبة لي للرب بقدم شيء بقدم تقدمة في عمل الله بقدم تقدمة في الفضائيات بساهم في عمل الله بقول له تعبير بسيط إن أنا بس بحبك ده تعبير صغير بقول لك تانكيو على أنت بتعمله معايا أنا بحبك وعايز أعبر أنا لما بحب أعبر لوحدة صاحبتي بقدم لها هدية وبقدر غلاوة المحبة بقدر حلوة الهدية وغلاوتها تقول لي ليه ده كتير أقول لها ده أنت فعلا لو أطول أجيب لك الدنيا وما فيها بنعمل كده مع بعض على قد المحبة والغلاوة على قد البركة فلما قال له هباركك قال له ودليل على أني بباركك وبحبك وهحفظك وهكون معك أني أكون معك وسأعطيك هذه الأرض التي وعدت أبائك أن أعطيها لك ولنسلك وفعلا رب عمي كده وتمم كلامه بالحرف الواحد فأشعية 49 خمسة هل تنسى الأم رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسينا ممكن الأم تنسى رضيعها آه ممكن تنسى رضيعها ممكن رضيعها يكون نايم وهي تنسى وتعمل أي شغلانة وتتلهي فيها وتتكلم في تليفون تنساه وممكن يصادف أن يقع من السرير ممكن لأنها ما خدتش بالها وكانت تتكلم في تليفون ومشغولة يقع ممكن لكن حتى هؤلاء ينسينا في أمهات بنسمع عن قصص صدقني وصدقيني بيقشعر لها البدن في التليفونات عن أباء تنكروا لأولادهم بشكل غير عادي حتى هؤلاء ينسينا أما أنا فلا أنساك مزمور 103 كلنا حفظينه عدد اتنين بيقول كده باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته المشكلة أن احنا بتبقى عنينا مركزة على المشكلة بتاعتنا وشايفين الدنيا ضلمة والشمس مش جاية والدنيا بيضة خالص لكن مش عارفين أن ورا الغيمة اللي قدامي فيه شمس الغيمة مش مخبية الشمس مش لأن فيه غيمة الشمس مشت الشمس موجودة بس مش لأن الغيمة دي جات جات قدام عيني أنا ما حجبتش الشمس وإليكم أيها المتقون اسمه تشرق شمس البر والشفاء في أجل حدها صدقني الشمس طلعا صدقني شمس البر تشرق ليلة نهارا وفي موعيدة بالضبط لها موعيد لا تتعدها لأنها واخد أردر سماوي من خالقها إلى هنا الذي قال يا ابني يا شعبي لا تنسى مني لا تنسى مني رمية اتنين اتنين وثلاثين في آية لذيذة جديدة بتقول هل تنسى عذراء زينتها أو عروس مناطقها أما شعبي فقد نسيني ونسيني أياما بلا عدد اللي بيحصل حاجة غريبة حتى فكر فيها قلتلي يا رب اللي بيحصل إن إحنا اللي بننساك وبعد ما ننساك نصوت في أي مشكلة ونقول الرب نسينا هو فين ربنا وإحنا شايفينه لا 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 ربنا مش موجود مش موجود خالص هو اللي فاكرك وإحنا اللي بننساه وإحنا اللي بنصوت ونقول هو نسينا في مرة بمرات واحد خادم كان مرسل وذهب إلى مجاهل أفريقيا ولما راح هناك علشان يخدم هناك في أفريقيا بين البلد والبلد بيبقى فيه غابة فلازم يجي من بيته للقرية الفلانية يعدي وسط الغابة يفضل يصلي وبعد ما يخلص الاجتماعات والزيارات في القرية دي يعدي الغابة عشان يروح بيته كل يوم كان بيعمل كده لكن في مرة من المرات وهو راجع ولقى أسد جاي كل قوته عليه بيجري وبخطوات سريعة وأنتوا عارفين القصودة لما بنتفرج عليها في أي حلقات بتجري إزاي بيجري وشم ريحته من بعيد وجاي عليه عارفين الخادم ده عمل إيه راح راكع ومسك الكتاب المؤدس كده مفتوح وغمض عنه وقال له يا رب أنا بين إيديك وفتح الكتاب ومسكه كده وغمض عنه لحد ما يجي الأسد يفترسه خلاص قال يبقى حياتي كده انتهت غمض عنه خمس دقايق ما وصلهوش الأسد غمض عنه عشر دقايق ربع ساعة غمض عنه نص ساعة وهو بيصلي وفاتح الكتاب في وش الأسد ومش باصص عليه غمض عنه بعد نص ساعة فتح عنه عارفين لقى إيه لقى الأسد جنبه ممطته ميت رب اداله طلقة قال له استعب عندك لحد هنا وما تكملش انت ليك حدود في الغابة إليك لا يقرب لأنك بعينيك تنظر وطرى مجازات الأشرار إليك لا يقرب لازم تصدق كده في إله الأمان عظيم الصنيع لازم تصدق فيه اداله طلقة جاب له سكتة قلبية قال له تمشي ودي لك حياة لكلمة وحدود لكن تيجي عند ولادي لا أميتك في الحال ده إلينا أرجع وأقول إنه بينساني أصلي أبويا هو إلهي هو صنعني وهو فداني إزاي بعد ما جه نجاني أنسى وأقول إنه بينساني ينفع كده؟ لأ مش عايزين نجرح قلبه لكن عايزين نصدقه إنه هو اللي عادت شعر راسي ده ضامن رحلتي طول ما أنا في الغربة عيناه ساهرة علي لحد ما يخدني عنده لازم نصدق كده لازم لازم نصدق كده واحد مرة كتب على الإنترنت يعني محدثة بينه وبين الرب وهو أخ مؤمن في حد داني الورقة دي لفتت نظري هقراها عليكم أنه هو بيقدم عتاب للرب لكن الروح القدس بيجاوب على كل سؤال وكل عتاب هو بيقدمه فبيقول إيه الأخ ده بيقول ده اللي حصل بيني وبين الرب قلت له انت فين انت فين فرد علي بصوته الحلو وقال لي أنا أسير قدامك والهضاب ومهد وكسر مصرعي النحاس ومغليق الحديد أقصف يا ابني طيب دور على سؤال تاني طيب وانت سبتني ليه انت سبتني ليه في الظرف اللي أنا فيه ده فرد عليه الروح القدس وقال له الآية اللي لسه أيلنها هو ذا على كفي نقشتك أصوارك أمامي دائما قلت له بس أنا تعبت أوي أوي يا رب أنا تعبت أوي 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 هو بيقول كده ألف قال لي في يوم يريحك الرب من تعبك في يوم يريحك الرب من تعبك فأشعي 14 ثلاثة لأنك تنسى المشقة كمياه عبرت هيرد يقول له إيه تقول له طب إمتى طب إمتى أنا هنسى المشقة كمياه عبرت فقال له كده روح القدس لكل شيء تحت السماء وقت وآية تانية بتقول صنع الكل حسنا في وقته وفي وقته حتما سيسرع به قلت له بس ده كتير علي أوي اللي أنا بمر فيه ده كتير أنا مش حمله يا رب قال له الرب كده أمين هو الله الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون لو هو عارف إن كتافك مش هتشيل التجربة دي تأكد مليون في المية كان هيديها لحد كتافه تقدر تشيل لكن لأن عارف إن انت تقدر فاعطيها لك أنت بالذات وانتي بالذات لأن عارف إن انت حتقدر عليها وهو ما بيديش حد فوق طقته كل ما تقول أنا مش قادر الروح القدس هيقولك لو أنا عارف يا ابني إنك مش قادر مش هديها لك لكن أنا عارف إنك هتقدر وحتنتصر وحتعبر من التجربة بتاعتك دي يا بسلام فقال له تاني سؤال تاني قال له يا رب أنا هموت أنا مش حامل وأنا هموت رد عليه روح القدس وقال له في ست شدائد ينجيك وفي سبع لا يمسك سوء انت مش هتموت قلت له بس انت مش وعدتني مش وعدتني إنك هتحللي المشكلة الأخ ده بيسأل والروح القدس بيجاوب فالروح القدس قال له لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتي انت بتقول لي وعدتني أيوة أنا وعدك وحتمم وعدي بس استنى علي لما ألاقي الفرصة مناسبة ليك حتمملك وعدي بالحرف الواحد بالحرف الواحد لأني لا أغير ما خرج من شفتي إيه رأيكم إيه رأيكم في إله عظيم كده نرجع ونشك فيه ونقول إله ننسينا أين هو الله أما يهمك إننا نهلك نعمل كده قلت له إمتى يا رب إمتى يا رب قال لي يا ابني في وقته حتما إني سأسرع به الحقيقة أنا فعلا لما قريتها الورقة دي عجبتني قوي قلت له بس الموضوع اتعقد قوي هو بيسأل وهي بتسأل الموضوع اتعقد ويجاب أخره أنا كده خلاص على شفة حفرة زي ما بيقولوا حضيع قال له هل يستحيل على الرب شئ ده بيسأله والرب بيرد بسؤال حبيبي هل يستحيل على الرب شئ حبيبتي هل يستحيل على الرب شئ يا ابني يا بنتي لا يستحيل عليه أي شيء قلت له كل حاجة بقت سيئة ومن سيئ لأسوأ 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 كل حاجة بقت سيئة قوي رد علي روح القدس وقال كده لأن أفكاري ليست أفكاركم يا حبيبي ولا طرقي طرقكم يقول الرب يا حبيبي انت مش فاهم انا بفكر ازاي يا حبيبتي انت مش فاهمة انا بفكر لك ازاي انت بتفكري في حدود مشكلتك والدائرة اللي انت فيها بتلف فيها وانت بتلف فيها لكن انا كبعد سماوات عن الارض علت افكاري عن افكاركم وطرقي عن طرقكم بتفكر في دائرة قد كده وعايز الله يتحرك معك في الدائرة بتاعتك اللي قد كده ازاي 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 يا جماعة ازاي ازاي كما علت السماوات عن الارض تشوف السماوات عن الارض قاعديني يقيسل من الامر لحد الارض ومن الكوكب الفلاني لحد الارض وعمليني ايسو لكن علو السماوات عن الارض ده شيء لا يحصى ما يتعرفش مخينا مش هيجيبه كما علت السماوات عن الارض علت افكاري عن افكاركم وطرقي عن طرقكم يقول الرب قلتله والناس هتقول علي ايه في اللي انا فيه ده الناس على فكرة ممكن تكون انت بتسأل السؤال من الاسئلة دي انا في حد اداني الورقة دي واحتفظت بيها فلاقيتها في الكتاب ويجي الوقت اللي روح القدس عايزي اقراها عشان كلنا نسمعها وممكن تكون بتسأل السؤال من الاسئلة دي كلها والناس تقول علي ايه قال له ابني هحول اللعنة الى بركة لان الرب اله قد احبك ما تخافش ما تخافش ما تخافش قلت له طب وده كله اصلا ليه ليه بتعمل معايا ليه بتمررني في المشاكل دي ليه يعني يعني حتمبسط اني تشوفني متمرمر وبعيط وتشوفني انا منحنية يا رب ومضغوطة واليوم كله ببكي وضهر حاني انت مبسوط انك بتشوفني كده بيقوله وده كله اصلا ليه يعني رد الروح القدس وقال له عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا اصلا لازم ادربك اصلا لازم اعلمك لما بنعلم اولادنا هما صغيرين ازاي يتحركوا ازاي يمشوا ازاي يعملوا حاجة ازاي يحلوا الواجب بيتعابوا بدايقوا ويمشي خطوة ويقعوا وممكن يتعور ممكن يعيط ويسرخ لكن لازم تمشي يا حبيب مش هسيبك على طول بتتشال لازم ماشيك لازم تتعلم تفكر في المسألة عشان تحلها لازم لازم تحاول تجاوب لوحدك مش كل مرة هجاوبلك علمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا انا بضربك انا بكبر ايمانك انا بنضجك بس عشان علمك وفهمك ونضجك ده شيء مش سهل لازم تمر بخطوات معينة انا بفكر فيها لحد ما ثبت ايمانك فيها وقو ايمانك وعلمك ان تكون بطل في الايمان رجل في الايمان فقال له وبعد الصبر طب يا رب وبعد ما تعلمني ان انا اصبر هتعمل معي ايه اخر حاجة قال له افتح لكم كوى السموات وقفيت عليكم حتى لا توسع واعود لكم عارف بعد ما انا تعبتك عارف بعد ما انا مررتك كده ودربتك وعلمتك عشان تنضج في الايمان هيرجع مرة تاني اقول لك واعود لكم عن السنين التي اكلها الجرات قال له انا متأسف سمحني 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 يا شعبي لا تنسى مني طيب دلوقتي عايزين نطلع فاصل ونكمل النقطة اللي بعد كده يا شعبي لا تنسى مني خلونا نطلع نسمع الترنيمة ونرجع لكم مرة تانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او ارسل لنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740 اشتركوا في القناة 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 سيد حياتي اشتركوا في القناة 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 موسيقى اشتركوا في القناة 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 كيف تنسى مني وانا الرب فديك ومخلصك مزمور 103 فيه اية تانية بتقول الذي يفدي من الحفرة حياتي هو فدى نفوسنا من العبور الى الحفرة فرأت حياتنا النور وترى حياتنا النور باستمرار الذي يصطح في قلوبنا من خلال روح القدوس العامل فينا لكن في اشعي 44-22 بيقول ارجع اليها لاني فديتك انا فديتك انا خلقتك وانا فديتك ارجع اليها لاني فديتك اشعي 62-12 بيقول ويسمونهم شعبا مقدس مفديي الرب مفديي الرب اللي فديهم ده الشعب المقدس الذي فديه الرب مزمور 74-2 جماعتك التي فديتها ده شعبك الذي فديته ده شعبك الذي اشتريته كيف لا يخلق منا اناس مميزين اناس متدربين كيف يحاربه وينتصر في مملكة الظلمة على ابليس اللي بيجول ملتمسا من يبتلعه هو كل يوم مش عايزه يدربك ويدربك ويدربني عشان اقدر قوم ابليس في اليوم الشرير وانتصر عليه لانسى مرة القصة اللي بنسمعها من خدام كاثرين الأب الذي يأخذ ابنه بالسمرار علشان يروح يصطاد الغزلان ويروح الابن بقى بقى شغل فن بقى ومبسوط ان بابا بيصطاد الغزلان ويروح بيه في الغابة ويصطاد معه لكن في يوم من الايام قال له يا ابني انا عايزة ادربك ازاي تصطاد لوحدك قال له ايوة ايوة بابا انا عايزة اصطاد لوحدي غزالة وفعلا ابقى انا اللي اصطدتها بقى قال له خلاص ماشي انا حسيبك هنا وتقعد ورى الشجرة قال له ازاي تسيبني في الغابة يا بابا ازاي قال له ما تخافش انت بطل انت جيت معايا كذا مرة وانت انسان بطل وشاطر وانا عارف ان انت قوي ومش هتخاف فلازم تقف وتستخبى ورى الشجرة وبعدين اول ما تعدي الغزالة وتخبطها كده وتصطادها وتنشن عليها علشان تبقى ابني شاطر حبيبي وتبقى تصطاد واحدك بقى فرح قوي قال له خلاص اتفقنا ماشي وبعدين استخبى الولد ورى الشجرة عشان مستني غزالة تيجي علشان يصطادها لكن للأسف ما جاتش غزالة ده جيه أسد ولما جيه الأسد وشافه من بعيد طبعا الولد ركبوا استقط وترعب وقال يا خبر ده اللي ما كنتش متوقعه بابا سابني ازاي ازاي سابني ازاي سابني والأسد ده طالع علي انا مستخبني من الشجرة عشان مستني غزالة استطا ووري بابا شاطرتي ازاي بعرف انشن واجيب الغزالة واستطا يطلع لي أسد لكن قبل ما يقرب عليه كانت طلقة الأب اللي مستخب في الشجرة اللي ورى صابت الأسد وأماتته في الحال الولد فوج ان فيه طلقة طلعت لقلب الأسد وطلع الأب من ورى الشجرة قاله انت كنت فاكر انا هسيبك يا ابني انا بعلمك الشجاعة شوية لكن انا في الشجرة اللي وراك انا حبيبي في الشجرة اللي وراك انا حستنى لما الأسد يجي لك لا انا بعلم يدك القتال واصابعك الحرب انا بعمل كده معاك كيف تقول اني نسيتك وانا بنفسي الذي قد مدت لأجلك وفديتك طب معنا مكلمة معنا الأخت سامية من كاليفورنيا اهلا وسلم بك يا أخت سامية تفضلي انت على هوا تفضلي هلو اصار لعنة لأجلنا هو هو افتدانا كان النموس بيقول بيقول ملعون من علق على خشبة واتى المسيح وعمل اللعنة وابطل ما هو للنموس لنحيا في النعمة احتمل الموت لأجلي ولأجلك وهو مات لأجل الجميع كيعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسكم لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقاهم الله اللي بيهتم بطيور السماء مكتوب كده ان طيور السماء لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن وابوكم السماء ويقول هلستم انتم بالحري افضل منها كيف لا ايمان لكم ان كانت فراخ الغربان تنعق لله لأن الغربان بطبيعتها ما تأكلش عيالها تسيبهم الله يطعم فراخ الغربان التي تنعق اليه وتصرخ اليه تريد ان تأكل الله يهتم بها كيف لا يهتم بنا وهو خالقنا وهو ايضا فادينا ومخلصنا انا احيز اقولكم الاله بتاعنا ده اله عظيم جدا والله جبار جدا لا ينسى صراخ المساكين لا ينسى اقولكم قصة انا فعلا سمعتها في التلفزيون المصري صدقوني انا شعري وقف ساعتها وكانت المزيعة بتحكيها في برنامج كان بيتزع زمان اسمه برنامج حياتي واستغربت عن مراحم الاشرار القاسية كان بتقول المزيعة القصة الاتية بتقول ان فيه اخين الاخ الاصغر والاخ الاجبر الاخ الاصغر معا ولد وابنت الولد حوالي سبع ثمان سنين والبنت تلات اربع سنين وبعدين ده الاخ الاصغر وبعدين الاخ الاصغر قال لاخ قال ممكن استأذنك اسيب ولادي عندك انا رايح مشوار انا ومراتي ومن فضلك خلي الولاد عندك لحد ما رجع قال له حبيبي تحت امرك ديني الولاد خليهم معي الاخ الاصغر كان اغنى من الاخ الاجبر بكتير الاجبر كانت ظروفه على قده لكن الصغير كان متوفق ماديا قوي ساب ولاده عند اخوه واخد العربية وطلع المشوار لكن عمل حدثة مريعة ومات هذا الشخص هو وزوجته في هذا الحادث الاليم وترك الطفل اللي سبع ثمان سنين والبنت صغيرة تتربع سنين دي عند اخوه الاجبر اتفاجئ الاخ الاجبر ان اخوه الغني المبسوط ده ميت في الحدثة كيف فكر هذا الاخ الاجبر لا يخطر على بالكم ما سأقول لكن هذا ما ازعته الازاعة بتاعتنا المصرية عارفين فكر في ايه فكر انه حيدفن الولاد احياء مع الاب والام اللي ماتوا عشان يستمتع بالثروة الوحد لان العيال دوليهم في الثروة اخوه اخوه صغير اغنى منه بكتير انتوا عارفين انه في بلادنا في شرق الاوسط الدفن بتاع المتوفي فكر بسرعة في هذه الجريمة وعمل ايه ادى لطفلين مخدر ادى مخدر وناموا واحنا عارفين في بلادنا برضو ان كل اسرة لها مدفنة وبيبقى مع الشخص مفتاح بعض الناس مفاتيح المدافل والواحد بيفتحه او بيدوا للتورة بيفتح المدفنة وبعدين بينزلوا المتوفي في الصندوق وبعدين بيقفل الراجل بتاع التراب وبديهم المفتاح بعد كم ساعة راح دفن اخوه مراته والجنازة الناس ابتدت تمشي بعدما الناس مشيت من المدافن كان خضر الولد والبنت اخدهم دون علم احد وتسلل في المدافن بعد غروب الشمس ورح فاتح المدفنة وجنب الصندوق بتاع الأب والأم وحط الولد والبنت هناك نايمين متخضرين وقفل المدفنة قال على ما يسحوا حيلقوا الدنيا ضلمة حيعيطوا شوية طبعا الراجل اللي هو بتاع المدافن التراب بيبقى بعيد خالص بحتة بعيدة ما بيسمعش وأغلق المدفن على هؤلاء الأطفال بقساء وروح الولاد بعد ما عرفش إن كان يوم عشر ساعات ما عرفش بعد قدي صحيو الدنيا ضلمة مش شايفين ولا حاجة الريحة وحشة في حاجات خشب جنبهم عيطوا بس مين يسمعهم محدش سمعهم بقوا يسرخوا محدش سمعهم جاعوا محدش سمعهم أغم عليهم محدش سمعهم لكن بعد يوم واتنين كل ما يتعبوا يغم عليهم ويفوقوا يفضلوا عيطوا هما فين مش عارفين هما فين الدنيا ضلمة عليهم وللترتيبات الإلهية إن الراجل التربي كان ماشي في طرقات المدافن لسبب ما هيفتح مدفن لجنازة جاية ومعرفش إيه السبب يعني على ما أتذكر القصة هكذا زي ما قالتها المزيعة سمع صراخ صراخ أطفال طبعا شعر وقف تخط إيه ده صراخ أطفال صراخ أطفال إزاي جابوا ودنه كده سمع أطفال بتسرخ طبعا في المدافن بيبقى الجو مخيف شوية لكن كل اللي عمل إنه هو اتصل بالبوليس جي البوليس بعد يومين ثلاثة فتح المدفن وطلع الطفلين في حالة إعياء كامل خلصانين إيه ده مين دول قال له ما عرفش ده فيه هنا المدفن ده دخل فيه راجل وست في حدثة فعرفوا إن الموضوع ده جايز مرتبط بآخر حد الدفن هنا وابتدى البوليس يتحرى بإجراءاته واكتشف إن الطفلين دول أولاد الراجل متوفي من يومين ثلاثة وابتدوا يسألوا الطفل اللي هو سبع تمن سنين البوليس بيسألوا أنتوا كنتوا بتعملوا إيه جوه كنتوا إزاي قاعدين من غير أكل قالوا لا يا أنكل ما تقولش إن إحنا كنا قاعدين من غير أكل ده كان فيه حد قالوا أيوة كل شوية كان المكان اللي إحنا فيه نور وييجي سيدنا عيسى أنا بشوف صورته أنا بشوف صورته مع صحابي وفي بيوتهم بشوف صورته سيدنا عيسى وعارف كان بيعمل إيه كان بياخد أختي على حجره وكان بيحط لها الأكل في بقها وكان بيديني أنا آكل وبعدين يمشي وإحنا بننام ونسحى تاني نفضل نعيط عايزين نطلع من المكان ده لكن صدقني يا حضرة الزابط صدقوني أقول الصدق في المسيح هذا مقالته المزيعة في البرنامج كان يأتي الرب بنفسه ليحمل هذه الطفلة البائسة التي ليس لها إنسان أن يطعمها وكان يحط لها بقها ويأكلها قال له سيدنا عيسى اللي بشوف صوره عند صحاب المسيحيين هو هو أنا فكره بيأخدها على رجله وبيحط له بقها وبيأكلها وبيديني أنا عشان آكل هذا هو إلهنا الذي نعبده يا ابني لا تنسى مني يا بنتي لا تنسي مني كيف تنسى مني وأنا الرب خالقك كيف تنسى مني وأنا الرب مخلصك وفديك لكن آخر حاجة هنقولها كيف تنسى مني وأنا سآتي ولمجدي سأخذك ده أنا جاي أخذك هو أنت رحلتك بس هنا هو أنت مشكلتك في الأرض بس لا 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 ده أنت ليك معايا أبدي سعيد هنفضل فيها مع بعض إزاي ده أنت شعبي الذي لا تنسى مني ده أنت تمن تمنك غالي أوي أنتم اشتريتم لا بأشياء تفنى من سيرتكم الباطلة لكن بدم كريم كما من حمل بلعيب ولا دنس دم المسيح المعروف سابقا من قبل تأسيس العالم ده أنت وأنت وأنا كيف تقولي أني قد نسيتك يا شعبي لا تنسى مني لكن أنا عايز أقولكم أني لو فكرنا في مجيء الرب قلبنا حينتعش قوي حيفرح قوي لأن اللي بينتظرنا معاه أبدية سعيدة جدا آه لو عرفنا المجد المعدلين الإله الذي قال أنا أمضي لأعد لكم مكانا وإن مضيت وأعددت المكان آتي أيضا لأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا المكان اللي أنا هكون فيه هتكونوا معايا هوريكم مجدي الذي أعددت لكم واللي كان تمنه الصليب أوعى تكون بعيد عن نعمته أوعى تكون بعيد عن صليبه أوعى تكون ما اختبرتش العلاقة الحية معاه وطهرك وخلصت من كل خطيك يا ويلك في أبدية مرة تنتظرك لكن تعالي وقوله ارحمني وخلصني وامتلكني لأحيا معاك وأستمتع بالأبدية معك إلى أبد الأبدين بيقول كده في عبرانين 11 عشر بيكلم عن إبراهيم بيقول كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات المدينة التي صانعها وبارئها الرب كان بيستنى المدينة اللي ليها الأساسات رغم أنه كان غني وينفع يبني أصر ويعيش فيه لكن كان قلبه في المدينة التي لها الأساسات لوقة 12 32 لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت هو فرحان أنه هيدي لك السماء معاه واحد أخ قال كده كان على فراش الموت أخ مؤمن طقي وجه صديقه قرب منه بيودعه صديقه ده شخص مؤمن كمان هما الاثنين كانوا أصدقاء ومؤمنين فجاءوا صديقه وعلشان حس أنه هو خلاص بينازع فالأخ اللي هو بيحتضر قال له عزيزي عايزة أقولك أنا ودعت اتنين أصحابي قبل أنت تتيجي قال له ودعت اتنين أصحابك قال له آه قال له ودعت مين قال له أنا ودعت الإيمان لأن الإيمان سيصبح عيان بحد العحصات قال له بعدين قال له ودعت الرجاء لأن الرجاء سيصبح حقيقة قال له بعدين قال له التي ستبقى معي مع الحبيب إلى أبد الأبدين التي ربطتني بي على الأرض والتي ستبقى بيننا في الأبدية ودعت الإيمان وودعت الرجاء لكني أحتفظ بالمحبة التي بها أحبني هو أولا أنا بحبه لأنه حبني في الأول وسأظل أحبه وستبقى المحبة بيننا بطوال الأبدية التي ليس لها انتهاء قد أحببتك وفديتك لكني سأخذك لتبقى معي في سعادة وستنسى كل ما صدفك من أتعاب الطريق في كولوسي في كورونسو ستانية خمسة واحد وتمانية بيقول لنا في السماوات بناء كورونسو ستانية خمسة من عدد واحد وتمانية لنا في السماوات بناء من الله بيت لنا في السماوات بيت غير مصنوع بيد عادية بيت غير مصنوع بيد بيت ما عملهوش صانع أبدي لنا في السماوات بناء غير مصنوع بيد لكنه أبدي لكن في كورونسو ستانية برضو خمسة من ستة لثمانية نحن نتغرب عن الجسد لنستوطن عند الرب نحن نتغرب عن الجسد لنستوطن عنده عايزة أقرأ معاكم الآية الحلوة دي اللي هي في تسالونيك الأولى أصحاح أربعة وفعدة ستة عشر بتقول لأن الرب نفسه بهتاف وبصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا ونحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معه في الصحوب لملاقات الرب في الهواء وهكذا نكون مع الرب كل حين لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام تعالوا نعز بعضنا بعض بهذا الكلام إنه سيأتي بهتاف وصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل ونحن سنتغير لملاقات الرب على الصحوب في الهواء وحياخدنا ويطلع بينا الفوق حننسى المشقة حننساها حننسى التعب والمشقة كميها عبرت هننساها حننسى الدموع نعم حننسى الألم نعم حننسى البكاء نعم هننسى الجسد اللي كله أمراض هننسى الجسد اللي تأتعبنا كتير والخيمة اللي بتتعبنا يوم ورا يوم ورا يوم هننساها لأنه هيدينا أجساد سماوية لأننا سنراه كما هو واللغز اللي في ذهنك هيتحل طبعا طبعا نحن الآن بننظر في مرآة في لغز حيات قدامنا لغز لكن حينما نراه سنعرف كل شيء كما عرفنا حيبقى لنا فكرة تانية يا شعبي لا تنسى مني كيف تنسى مني وأنا الرب خالقك كيف تنسى مني وأنا فديك ومخلصك لكن كيف تنسى مني وأنا سآتي من مجدي من سمائي ومعي تكون وسأخذك يا شعبي لا تنسى مني عمره ما هينسىك هل تنسى يميني أوعى تقول أن ننسيني لأنه خالقك لكن لأنه فديك ولأنه سيأتي ويخذك ربي بارككم ويكون معاكم وإلى أن نلتقي معكم في حلقة قادمة الرب يكون معكم موسيقى ربي معاك أنا ما بخافش ماسك إيديها وأنا بمشي وفي كل ظروبي ما نسكش دعنيك صهر وأنا ما تنعشي ربي معاك ربي معاك ربي معاك أنا ما بخافش موسيقى موسيقى